طلاب نكمل إياكم محاضرتنا ممكن نتواجه هنا نوعية من السقوف طبعا الجميع الأسئلة اللي خدنا من السقوف هي كانت يا أما بها H beam يعني بيته يا أما كانت flat plate يعني كل شي ما بيسق بس ممكن قد نواجه شي اسمه اللي هو drop panel شنو اللي هو drop panel اللي هو هذا اللي عندنا يدربنا ورح يدخل عندنا بأسئلتنا سخناكم مثلا هذا السؤال هل أخذ السؤال اللي عندنا يقول لك أخذ مثلا عندك هذا السيستم في السقوف يقول لك أخذ شريحة باتجاه ال Y Transverse frame باتجاه ال Y خارجية طبعا OFF ما سمها flat plate سمها flat slab ليس سمها flat slab سمها flat slab ليس شنو اللي أعن بيها عندك هنا drop panel طبعا كلمة flat slab قد يكونك و H beam هم يسمي slab لكن يطيكه بحادة يعني يطيكها بحادة هذا السؤال قال لك سأنا مسمي flat beam الآن نغلطان خطأ مطبعا مفضولنا شي يسمي منفضولنا يسمي slab أوكي أقول لك with H beam وانا قيل لك وفلات كيف في HB على العموم احنا ممطلنا بعد ال HB ما عدي HB وبالرسم ما عدي HB كمعن هذا الرسم اللي هنا هذا المنقط عدي هنا هذا يعتبر ترسم ترلاين ثلاثة خارجية بتجاه ال Y راح تكون بشكل هذي الشريحة هذي الشريحة الى اخرين زعم قال لك اين هو شو توزيع طولي فهي توزيع عرضي توزيع عرضي يريد للبنان الخارجي لان التوزيع عرضي شخصي بيقصي بي كولوم ستربل من أسر ما مطيني هنا احمل اسمه ال QU مطيني شي اسمه ديد لود و لايبلود السلوات يعني شنو يعني ما كويبك زعم ما تجي تحسب العزماتك العزم قانونك تهذا قانونك هاذا قانونك شنو بيما تغيير عدك ال W هو قدنا نفس ال QU اذا تذكرن بالمرحلة الثالف ال W شي ساوي 1.2 ديد لود زائد 1.6 لايبلود اكي انت عندك الديد لود اشمل وزن الميت عندك اللاب لود حسبت ال W اللي هو هذا 1.2 1.2 1.2 1.2 هل نرجع بداية المنسبة انا رأس لكم سالطلاب ال LN هسا هنا ال DROP PANEL رأي تأثرلي على ال LL لا يعني ال LL من رأح سيبه رأح سيبه منوجه ال DROP للدROP لا منوجه ال COLUMN منوجه ال COLUMN موضوع ال CHAPTER اللي امتح انتوبه شو تقلو اللي الكتبولي من ال CHATBOX منوجه ال COLUMN منوجه ال COLUMN تأكدو كلام غسط نعم استاذ صحيح منوجه ال COLUMN منوجه ال COLUMN وين هي وين شارحها بالملزمة شارحها بالبداية اهنانا اهنانا بالضبط اذا هي منوجه ال COLUMN اذا عندك capital منوجه ال CARTAL ووجه ال CAPITAL اللي اشي ال CARTAL زوم ال COLUMN اذا عندك ال DROP PANEL قلنا ناخذها باللون الاخضر قلنا هذا باللون ال LZ قلنا معلينة به ناخذها منوجه ال COLUMN ووجه ال COLUMN منوجه ال COLUMN ووجه ال COLUMN اوكي زيب نكمل هاذه ال COLUMN راطسة منها ال LZ هي من نانا ال LZ ال LZ اي LZ اتعدك المسابه Center to Center 5 5 اطرح منها ال COLUMN اليواء 300 5 ناقصا 300 5 ناقص 5 ناقص 0.3 4 0.26 طبعا لازم تقارن هنا ناسي لازم تقارن 0.65 في الارواع تختار لك برد ان هذا راح تلعك لك اوكي عرض الشريحة عرض الشريحة هاذا عرض الشريحة هاذا عرض الشريحة يحسن منها من نهاية الحافة الهنانة هاذا اسمي L2 ثرات حسبه L2 انت الخمسة الاف خمسة الاف خمسة الاف جاي النص ال COLUMN جاي اليهنانة خمسة الاف تقسيم 2 2500 من المنتصر في ال COLUMN اليهنانة هاي 2500 2500 2500 ضيفي له هذا الجزء المتبقي هذا الزغير اللي هو نص ال COLUMN COLUMN دين عندك أبعاد ال COLUMN قط اياك بالرسم لك 300 300 نص ال COLUMN مش قيد هذا الجزء النص 0.15 فايدا ال L2 المفروض 2.5 0.15 خمسة على 2 2.5 0.3 0.15 0.15 تجمعها طلعلك ال L2 خلال L2 أرجع أو بتاعيك مباشر خلع لك ال M هذا ال M نوت أوكي زين تجي توزيع توزيع طولية شون ملاحظاتنا راح أصق إن ال PANEL الداخلية ما لها علاقة العزم الموجر 0.35 في ال M العزم السالب 0.65 في ال M زين زين أنا رأسي لكم إسا سؤال نروح ال PANEL الخارجية أفضل نروح إلى هذا ال TABEL هذا ال TABEL اللي عندنا السالة ها سونا بيدروبنا شو ها نختار من ذنب هل نختار للختيار الأول سقف هذا أول واحد سقف مستند على جدار طابوقي ونختار الخيار الثاني سقف بجسورة داخلية أو نختار الخيار الثالث سقف ما ب HB أو نختار الخيار الرابع اللي سقف ب HB أو خمسة سقف مستند على جدار من الخرسان نختار من الواحد للخمسة وانت عندك دروبنا بالسؤال أربعة رزق رزق أنا عندي HB بسؤالي هذا السؤال مالتي قلت لي أربعة أربعة يدول على HB وين السؤال السؤال العزيز وين هذا ما عندي HB ترى أنا سؤالي No H B ما عندي HB فلنختار خيار الثالثي أربعة تختار غير موفق حتى برفا إذا مو أربعة ما عندي HB بعض طلاب عندي تقول ثلاثة بعض طلاب يدون كلام هين دلوا غلط عندي نختار خيار رقم ثلاثة اليوم هي ثلاثة يعني هذا ثلاثة يعني هذا ثلاثة واحد اثنين هذا ثلاثة هذا أربعة هذا خمسة طلاب خلني نجي وحدة وحدة قلنا مو اختيار رقم أربعة لياته غزق ليش قلنا ما عندي HB هذا الخيار راح ولا جدار طابوقي ما عندي جدار طابوقي هادي مستود عليه ولا جدار من خلسانة ولا عندي جسورة داخلية حتى نختار with out HB يعني نقدر نستند الجهدها لدروب بالله ما لها علاقة وجودها ولا عدم وجودها ما لها علاقة بتأثير الاختيار للفكترات أوكي ما لها علاقة باختيار الفكترات فكترين اللي هي with out HB بتأثير الاختيار 0.7 0.53 0.53 0.53 ها خلاصا مطلب له المطلب الثاني قال لهوني هومورك ما بيشي قال لك هاي توزيع العرضي لبنال خارجي يعني العزوم الثلاثة كل واحد بني مقاليد كولومس يتربوا من الأسطر هاد هومورك كنتم مطالبين بي لحد الجاي كل واحد من ذني لا عندك بيته 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 تساوي مو لا تساوي لا تساوي تساوي صفر هدك البيته تي تساوي صفر ما عندك HB والألفة بتساوي صفر الفكترات ما العزم الموجب رح تصير بوط ستة والعزم السالب رح تصير بوط خمس وسبعين السالب الداخلي والسالب الخارجي رح تصير واحد هوموركات عليك بصلا أنا حليتها زي أخلاص نظر للأسئلة مقالنا شنو ثم يقولون I think on the kick قلناش كم فكرة نحكي بها أنا قليلا ما أجعلها الفكرة اللي هي 2.8 هروح السؤال هذا بفكرة حلوة اللي هو هذا سؤال رقم فاش يقولك عندك شريحة شريحة بالتجاهل Y طبعا داخلية اللي هي واحدة وسماها ثلاث سلاب أوكي هاي شكل المربعات السلحنانة واحد يقولي هاي drop panel capital column بنعرف باعلي عرّ اسم الثاني بما انه صاير شكلها صاير شكلها على شكل من زاوية 45 يعني هاي column صار بشكل نصير بشكل ها رح نسميها capital column انا ما نضرب بالتجاهل كولوم بشكل بتكون هاي شكل مستطيل أوكي ما صارت لك بشكل طلاب شنو يعني هناك كابتن كولوم شنو يعني كابتن كولوم تخلي بالك ما صارت بشكل يعني ماتك ال LN راح تاخذه المرة من هنا الهنان هذا راح يصلك ال LN هاي شكار ببرا سيجيني يعني LN ماتك راح تاخذه منها من وجه هاذه من وجهي هاي هذا هو شنو اعيسن شنو هذا هو LN زين بس اكفت فقر راح يصير عندك شنو الفقر الأولى بين أنت هذي ماتك الشريحة هنا ما عندك ما عندك كابتل كولوم المعمارة مخال الأسباب المعمارة مخال الأولى اللي أنا راح أصير عندك من هنا للهنان هاي L شو راح تسوي تسوي الخمسة آلاف ناقصا ما وعلي هاي من هنا كل ألف من هنا نجيل عندك خمسمية من هنا خمسمية ما أعرف راسمين يتخرون عندي فالLN الأولى ال LN للPanel الداخلية هاي Panel داخلية ها رقم واحد Panel داخلية ها تسوي لك خمسة ما أعرف إيجا يتخرون خمسة هذا وانا خمسة ناقصا 0.5 و 0.5 من جدت 0.5 هاي باعي سأريد هاي الإعلان هذا كله من هنا كله واحد وهذا من هنا كله هنا واحد هذا الخمسة بادي عندي من هنا أنا أريد أطرح هذا اللي باللون الأحمر هذا الجزء يطرح هذا باللون الأحمر هذا مقدارة 0.5 0.5 ومنها أخوي لحقه 0.5 0.5 زيب 0.5 واحد فخمسة ألاف ناقصا واحد اللي هي هاي يطلع لك أربعة هاي تخص لك يا Panel تخص البانيل الداخلية الانتيار يا Panel تخص البانيل الداخلية الفانيل الخارجية اللي هي هاي غابة غابة ما يصلاح لها هاي يصلاح لها هاي يصرا عندك هاي يصر هاي يصرا L&M عندك هاي يصر من هنا من وجه الكابيتل ويزيل يروح نهاية الكولوم باوعلي بينما هذي الشريحة اللي بنا على جهة الاساثر أنا أتاعدك كابيتل أنا ما علي بهاي أنا علي بشريحتي هاي شريحة سميها رقم الشريحة باوعلي شو الاختلاف صار عندك إذا هذا البعد هل مرة ما كان الخمسة آلاف اشقيت خمسة آلاف وخمسمية فالل النفين نفاصل عندك تكون الرسمة يتخرب الكتاب عادي متخرب أي سواء خمسة آلاف وخمسمية اللي هو خمسة ونص طفرة قدي عارف ليش اللي هو خمسة ونص ناقص الجزء اللي باللون الأخضر اللي هو من هنا في المقدارة مقدارة 0.5 فعرفته أنا هذا كله واحد ألف ألف ملي متر يعني واحد متر نصة 0.5 زين يبقى لي من هنا شو عدي هنا راح يزون الخط ما انت يواصل للسنتر هنا راح اطرح من نص الكولوم هذا المتبقي اللي هو من هنا 0.5 جيد نص الكولوم أبعاد الكولوم 300 دوصة جيد نص 300 0.5 0.15 0.1 0.15 طلع لك 0.2 0.2 ما البانال خارجيه 0.5 0.5 0.5 اللي هو ما البانال 0.5 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 كل أبعاد عندك متغير هذا وعد خمسة ونصف متغيرة يعني غير المعقول سقف عندك يعني ما معقول ما راح تواجهك بناية سقف بصرف سقف الأبعاد عندك ما متغيرة إذا الأبعاد متغيرة يعني الالان راح يتغير صح العروف ثابت خمسة ما متغير بس الال عندك متغير الواعد راح يسألني طلع طلاب هذا الرسم هذا ما الكابتال هو مال هادي مال هادي لو جئنا خدنا رسم للقناة الداخلية هادي راح يصر رسمها بهالشكل ببطب كولوم وسقف هاشكل هاي شو مستمر فأنا هاي شكلها عندي الالعن ما تصارت منه الهنان ما عندك كابتال هذي الالعن اللي هو مقدارها هاي مقدار هذا هذي هنا وهذي الالعن اللي هنا الداخلية اللي هذي مقدارها أربعة هذي أربعة وهذي مقدارها أربعة كوين ثمانية خمسة كلها في واضحة اللي صارت مختلفة للا بعدها مختلفة إذا لابعان مختلفة يعني تحسب النوت لكل بانال لأنما الأمثلة اللي راحت كلها مساوية البانالات عندي كلها مساوية الأمثلة اللي تاخذها القديمة كلها مساوية متجاورة شوف هذي ستة ألاف ستة ألاف ستة ألاف هذي السؤال الآخر أربعة 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 الاخر كلها سيعدك متشاب بس اختلف عندك الالعن راح اختلف عندك العز ها طلاب واضحة طلاب اكتبوا لي حسنا زياد واضحة واضحة زياد يبقى الفتفكرة أخيرة شحة اختبوا شنو طبع في بعض الأحيان الكولومات مصعدة شكلها مربع ومستطيع قد يكون شكلها دائري أو شبو من حرف إلى آخر بش يسوي الكود شي يقول لك يقول لك الكود لازم أنت تتحول لي تتحول الشكل الدائري تتحول إلا بما يعاد من مربع أوكي شو تتحول نفس ما شرح نها بالشابتر الأول يقول لك الدائرة طبعا يكون بيقوكم إذا قضرها H الضربة في 89 تحول لك إلى مربع يعني إذا كان H مات 1000 1000 89 أصلك مربع 980 980 أوكي وإذا كان عندك هذين الأشكال كذلك إذا كان عندك شبو معين هذا معين هذا تفر وتعتبر مربع وإذا كان عندك شكل هذا سداسي طبعا تأخذ هذا البعد ماتيك هذا البعد تغربة في 43 تحول إلى ومربع الكابتر كولون طبعا ما لازم نحول أوكي زي وين السؤال عندي عندي طبق علي هاني طبق هذي السؤال عندي دكاي هنا نحن الداخلية هذا الداخلية هذي هذي بالأسود كولون هذي الفوق هو كابتر كولون وهذا اللي يبلون الأزرق هذا درو پنل اللي يبلون الأزرق درو پنل ولي يبلون الأحمر كابتر كولون سينا يدرس البعد الصافي من الهن هذا هو اسم شنو اسمي أغر شو عز سوي لي قطر هش قطر 1120 لازم تحول تضرب في 0.89 وتطر ها من 6000 يعني 6000 هاي 6000 ناقص 0.89 18 في قطر الكابتر اللي هو 1120 هاي يطلع لك حول الامتر لازم حول الامتر 6000 3 0.89 في 1120 هذي يطلع لك الامتر 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 حولت هاي الفكرة الفكرة من السؤال هاي فكرة السؤال رغم 13 طبعا الامتر 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 رايح يصير من هنا انا من اعوال هاي شو الفكرة بيها رايح تصير المعمار ما يستخدم هنا مستخدم بر ركون بر ركون مستخدم كابتر كولوم مدارية عجب ايستخدم هنا او بقاها مدارية سواء مستطيل طبعا هاي drop هنا لديك قال لي يا الله انا مين رايح يصير لديك رايح يصير لديك من هنا الهدان هذا الهدان طبعا باعولي الوحدات الابعاد هذا 5000 هذا 6000 يعني بالوجه الام نوت عندك هاي البنال هاي الام نوت واحد لا يساوي ان امن نوت الثين هاي بالوجه ما يساوي ليش الابعاد ايقض غير لان نسل فمن خارجية الان ما رايح تاخذ من هذا الحد الى هذا الحد اكو جهة هاي الجهة اللي بدنا الفاصلة لازم حولها من دارة الى مربع بينما هاي الكابتال هي اصلا هي مستطيلة ما رايح حول الجهة اقول هذا الشخص او او 1 و 2 واحد مع البانال الخارجيه واحد مع البانال الداخليه اوكي اوه حاسبها ونزح العزوم توزيئه شوفوها موزحها توزيئه ومشي الامنوت هذا مع البانال الداخليه اختبع البانال خارجيه شوفوه ما الخارجيه مقداره 210 الخارجيه خارجية هنا البنال الداخلية هي المقدارة 273 متغيرها شو متغيرها هي 3 عندك لبعا متغيرها هاي فكرة السؤال سين باعي شنو عندي سؤال أخير فكرة هاي اللي هي يقول لك طبعا في بعض الكتب موجودة حسب من هجنوي جامعة البغداد يقول لك ممكن مرات بالسؤال يحددك هو بالسؤال يحددك يقول لك إذا كان هاش وقت يحددك من عندك الكولوم شكله دائري أو الكابتال كولوم شكله دائري يقول لك بالأغافة إلى قانونك هvernا ما الأمنות اللي أنت عندك أريدك تستخدم قانون آخر اللي هو هذا الفوقها شو كنت نستخدمه هذا حصنا حصنا إذا كان شكل الكابتال كولوم أو الكابتال كولوم أو الكولوم شكله شكله دائري حصنا نستغنم هذه المعادلة المعادلة ما هي المعادلة اشترمز W و W في عرض الشريحة عرض الشريحة المرة في L1 التربية مو في L1 التربية ال L1 اللي هو المسافة center to center اللي بتجاه الشريحة مضروب P1 ناقصاً فين في السي السي شنو السي السي is the larger diameter of column or capital column اللي هو قطر القطر القطر الكولوم و القطر الكبل مقسوم على ثلاثة في ال L1 مضروب كله بال L تربية صار عندك معادلتين يختار من ذلك منه ال larger هاي شو كنت تستغنم المعادلة لهذه المعادلة اللي رقم واحد إذا يحددك بالسؤال شلون يعني ثلاث سؤال هنا يعني لك هذا السؤال خذي شريحة هاي الشريحة هاي الشريحة هاي الشريحة أوكي وقال لك استخدم لي هاي معادلة هو قال لك بالسؤال قارن المعادلة لماتك المتعلم عليها ما الأمنات قارنها ويا هذا اختار للأكبر الآن ال L1 ما لازم يصير من مين يصير منها لين هذا هذا ال L1 أوكي لو جيت على هذا القانون الأول ما راح نحول طبعا بعد ال L1 ما أعدي به هذا القانون ما أعدي به L1 أعدي به شيء اسمه L1 وبي شيء اسمه L2 وعدي شيء اسمه BC ال W هو مقدار الحمل ماتك هذا 15 اللي هو هذا جعلها شريحة جاي الثاني 4.2.1 جعلها الشريح وين هاي L1 اللي هو 6 اللي هو هاي جعلها الشريح هاي شوفه 15 12 هاي هذا البعض Center to Center هاي هو A1 لا عفوا هذا A هذا A1 A1 تربية A1 جعلها لديك 6 شوفه هذا هنا وانا هاذ هنا جعلها الواحداني هنا سلما اخذها شريحة وانا هاذا هنا أنا عفوا هاي الفرع هنا هذي معادلة تيانية هاي شريحة بتجاه الواي شوفوا الواحد جقيد مقدارة ستة تربيع اللي هو هذا ستة تربيع الالثمين عروضها جقيد سبعة هذي السبعة مضرب في واحد ناقصا الف مين في السي السي اللي هو شنو قطرة الكابتال كولوم ذا قطر هاي هو وفي عدة قطرة قطرة اللي هو ثين مئة عدة قطرة ما الكابتال كولوم اللي هو الف اربعمية تلاخذ الكبير الف اربعمية اللي هو هذي Deathly مثلي مثلي سي شوفوا سي الف اربعمية سكوير يطلع لك هذا القانون ستحضر اخدمت القانون مال تيل اعتيادي مال امنة اللي العرفة بس يسويت بهذا لازم تحول الشكل الداري تحول ابوماي عادلة من شنو من شكل مربع فعدك تلعت كين عزوم واحد مال شا اسمه واحد للقانون المتعارف عليه اللي هو هذا مال اثنه واحد هذا اختاريت الأكبر هاي الحالش وقت استغنمتها بس بني حددني بالسؤال يقلي ارني هذا القانون طي الشريحة الواي لو جيت على هاد الشريحة اللي هذي هاد الشريحة هالمرة الواحد راح يصر سبعة راح يصر سبعة والالفين راح يصر ستة شوفه هنانا هذا الالفين صارت ستة والالواحد يصار سبعة قطع سي بقت واحد بوينت أربعة ظل عليك هذا القانون الأول والقانون المتعارف عليه مالتنا هذي اختار لي من ذني منه الاكبر ارجع وقول هذا القانون شو قد نستخدمه بس بني حددني بالسؤال بس شو معيني صار عددكم هوموركات بني شات هوموركات عددكم انتم مطالبين بيه واحد وثمين وثلاث تقروها ما بيش فيه مطالبين بيه راح اضطيكم مجال بيه مو الأحد الجاي للثلاثة يعني ما هالثلاثة يجي ثلاثة اللي بعد انتم مطالبين بيه اذا حليتوا وايدوا وضبطتواها راح تقدرون بعد تجاومون يعني اللي بيهان مضل شي بيهان لين ما هي شرحت كل ما تكره ونجه المزا مش راحت لكم طلاب السبسار قبل ما انهي المحاضرة شي مواضح اوكي اذا ما اكشت الله ورحني محاضرتي ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته